التخوف من أسعار الزيادة اللي موجودة في مصر الفترة اللي جاية فيه هاجس موجود عند الحكومة وهاجس موجود عند المواطنين بسبب الأسعار اللي هتكون زيادة أو البعض ممكن إن هو يبتدي يزودها على المواطنين في الفترة اللي جاية الحكومة بتحاول إن هي تقطع طريق على التجار اللي بيحاول إن هم يستغلوا أي زيادة في الفترة اللي جاية على المواطنين وفيه ناس بالفعل بتدت إن هي توقف باعها بتدت توقف خالص البيع علشان تسمعت إن فيه زيادة ممكن تحصل فساب البضاعة عنده موجودة زي ما هي علشان لما الأسعار تزيد يكسب أكتر ما هو أصلا كذبان طيب مجلس المحافظين مفروض هيعمل اجتماعي يوم الثلاثة اللي جاي ده علشان يشوفوا إيه الإجراءات اللي هياخدوها علشان يقدروا يواجهوا الظاهرة دي أو يقدروا يواجهوا جشع التجار اللي بيحاولوا لهم يستغلوا حاجة المواطن في الشراء طبعا القدرة الشرائية عندنا للأسف وحدة لم تتغير قط إنما المنتج نفسه أسعاره زادت قالت مصادر مطلعة إن الرئيس الوزراء على اتصال يومي بالمحافظين علشان يتابع أثار تضييق قرار رفع أسعار المواد البترولية وتأكد عليهم بيأكد عليهم إنهم يكونوا متوجدين في الشارع ومتابعين بشكل ميداني سواء الأسواق أو داخل مواقف السيارات محافظت محافظت محافظت